طيب في مسألة الكوادر لكن تعليقاً على المداخلة المهمة جداً والكلام الواضح والصريح لوزير مالية الأهل الأساس خالد درندالي لأنه الحقيقة اللي تقال النهاردة في مؤتمر رئيس نادي الزمالك وهو بيعلن عن صفقة لاعب مغربي مهم بالنسبة لهم بنتمنى لكل الأندية كل التوفيق فكرة أنه يتقال كده أنه النادي الأهلي صفقاته تم تمويلها أنا بقول كلام منشور في الميديا كلها تم تمويله بممول أو رجل أعمال قطري عن طريق كابتن محمد أبو تريك ده كلامة آل ويتم اتهام النادي الأهلي بالتمويل الخارجي ويتم إلصاق تهم التمويل للنادي الأهلي من دولة حسب الموقف الحالي في مصر ودول العربية المواجهة للإرهاب ومخاطره هي دولة مصنفة أنها دعمة للإرهاب وحضن ليه ودولة مقطوعة علاقتها مع مصر قطر بتكلم عليها يتقال إن النادي الأهلي مول صفقاته بأموال قطرية ده اتهام يا سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي في منتهى الخطورة في منتهى الخطورة بجد لو إحنا بنستهين بالكلام الكلام مش مجرد فيديوهات بتتعبى على اليوتيوب أصل بص يا سيد إبراهيم كلام بس هقول بس الحتة ده بش مهندس لو السيد خالد مردالي لما تكلم قال النادي الأهلي قدم كل أمواله لدعم صفقاته من خلال ماله الحر الخاضع للرقابة العامة أرصدته في البنك وأقوش هم البنك البنك موجود الحسابات البنكية موجودة أموال النادي تحت المتابعة وكل الجهات الرقابية لها حق التفتيش عليها وبيتم دايما دوريا لو إحنا بنستهين بالكلام ده أنا بابنهرج لو إحنا بنستهين إن احنا نتهم نادي بيتلقى أموال من دولة دعمة للإرهاب تبقى دي مصيبة لو سيد وزير الشباب والرياضة شاف إن ده كلام زي أي اخناقة على دخول صحفيين أو على أي مشكلة عرضة تبقى دي مصيبة لو عندنا استهانة بالأمور في حفظ حقوق هذه الكيانات الشعبية الجماهيرية الكبيرة تبقى بالوسودة بجد المطلوبة فورا إما إن السيد وزير الشباب والرياضة يحاسب مجلس إدارة النادي الأهلي ويبعت يشوف مصدر هذه الأموال اللي الأهلي مول بها صفقاته هل كلام خالد الدرندلي صحيح ودقيق ومسؤول ولا المجلس يحاسب عن تلقيق أموال من دولة دعمة للإرهاب وعندما يثبت كذب هذا الكلام يحصل إيه؟ أما بقى إذا ثبت كذب هذا الكلام وهذا البهتان هو إيه مسؤولية وزير الشباب والرياضة؟ إيه المسؤولية؟ إن لم تكن حماية الكيانات الشعبية الجماهيرية الكبيرة أنا بقولي السياحة يا دكتور أشرف لا 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 دحمة المجتمع سيبك من الكينات ده حماية المجتمع وشباب المجتمع اللي أنت عملت غزيه بكلام مغلوط على طول وتكتفي أنك تخبط الكلمة وخلاص والناس بعد شوية تاخدها يا دعابة يا أسلحي متعودين بقى يا رجل ما تاخدش في بالك لا أخد في بالي ليه أنت تعرضت للأهلي بالإسم وبعدين عايز أقول حاجة النادي الأهلي طلب التفتيش عليه وترفعت عليه أضايا وأنصفته المحاكم وأنصفته لجان التفتيش النادي الأهلي لعنده أمواله كلها في البنك والبنوك متسمي لعنده في قوة مغلقة ولا في شونة بتلف بالملكة وبسطع اللعيبة ولا في تجارة عملة ولا في غسيل أموال ما عندوش الكلام ده كله فما تعودش بقى كمان أنت بتتكلم فرحان بصفقة بتاعتك خلاص يا سيدي حلو قوي ده دليل أنه أربكيته صفقات الأهل مش عايزة منقشة إيه اللي يخليه تدايق من صفقات الأهل تمالك بالأهل وإحنا قلنا لك أنت ما أولت صفقتك إزاي ولا حد يشغل باله أنت عملت إيه فإنما ما يصحش بقى لازم يكون في وقفة وإنت زيما بتقول الموضوع ما بقاش زار أنك أنت دي تقولي شوف البراعة يا إبراهيم البراعة أنك أنت تاخد كل كلمة في اتجاه شرير الراجل أبو تريكا بيقولي الحسين لقد دخلت القلب من أوسع الأبواب قبل أن تلعب ياخد التويتة دي وظفها عشان يقول كلام دي عايز يشوشر على صفقات الأهل طب أنت جبت أحسن فرود في العالم محدش قال لك أنت جبته إزاي ومنيت يا سيدي مسئوليتك وواجبك أنك تدعم فرقيتك ومسئوليتنا أن نعمل كده كمان ما تشوف أنت بتكسب إزاي أخطأ شي وأخطر شي في الكلام الفارغ ده سكوت السيد وزير الشباب الرياضة صدقوني لو أنتوا فاهمين أنه مثل هذه الاتهامات على خطورتها الجمهور هو اللي يتلقفها والجمهور هو اللي يتخاني مع بعضه فيها على السوشال ميديا دي تبقى كارسة لأنك وزير الشباب ووزير رياضة ماشي ماشي أنت أصلك بتطلب حاجة لن يحدث لن تحدث ليه ما أقول لك لن يحدث ليه لأن الأهم والأخطر قبل كده ما حصلش فيه حال خلاص لكن ده أمر يهم سمعة نادي أنت بتتهم وبتلقي أموال من دول دعم للإرهاب مفيش أخطر من كده معركة معركة ظالمة غير متكافأة يتمتع أحد أطرافها بكل أشكال الحماية والحصانة وله الحق أن يقول بكل هذا التجني يقول ما يشاء في كل الناس ولا أحد يستطيع أن يمسه ليه السؤال بقى ليه اللي حمينه اللي كلما الناس تشتم تروح تقولهم من فضلكم ليه نحوق عندكم يا ممثل الشعب ليه نحوق عندكم عايزين ناخدها وهما يقولوا لا أنا عايزة أعرف إيه السبب لماذا هل هي علاقات شخصية للدرجة دي فوق القرار ولا 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 أنتوا شايفين إن ده الأفيد للمجتمع أن تبقى هي دي القدوة التي كل يوم التاني تحاول تهز رمز محدش هيهز النادي الأهلي ورموزه لأن الحقيقة يمشي عدل يحتار عدوك فيك النادي الأهلي بيقولك تعالى فاتش علي اعمل علي اتكلم علي بكر يطلع بقى إيه أنا وإنت هشوف شوف العملية اسمها إيه الإرهاب أو الابتزاز اللي بتحصل يوم يتكلم على صمع التابع على مش عارف إيه ده هتجد هالا طلق عذا الكلام واخد بالك لكن الناس خلاص بقى ما بقيتش تشرف من الكلام ده بقيت تاخدوا إن عارف أول وآخر لكن ليمثل الأهلي لا ما يعديش عشان كده الكلام للمرة التانية والتالتة والرابعة والأخيرة السيد وزير الشباب والرياضة هذه قيمة النادي الأهلي إما أنه قد تلقى بالفعل أموالا من دولة دعمة للإرهاب زي ما اتهموا رئيس نادي الزمالك زي ما النادي الأهلي قبل كده هو اللي مجلس إدارته طلب من السيد وزير الشباب والرياضة وقتها المهندس خالد عب عزيز إرسال لجنة للتفتيش المالي والإدارة على النادي الأهلي للتأكد من وانا متأكد مصادر أموال التبرعات وسريان مصادرها وأوجه صرفها والتصرف فيها وأجل تنفيذ هذه الرغبة اللي ألح بها الكابتن الخطيب بمنتغ الحرص على شفافية الموقف إلى أن استجاب المهندس الدكتور أشرف صبحي وأوفد اللجنة وأعلن الدكتور أشرف صبحي من نفسه نتائج أعمال هذه اللجنة في تبرية مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كمان أكدته محكمة جنح مستأنف بحكم بات ونهائي أخير أكدت سلامة موقف النادي الأهلي وأكدت برأته من كل ما ألصقه به هؤلاء المغرضين من اتهامات المفترض لما يطلع حكم نهائي بات من محكمة جنح مستأنف كل واحد يخرص محدش ينفع يلوك في سمعة حد محكمة برأته بشكل كامل وتقرير وزارة أثبتت سلامته لكن نوصل لموقف يعني يا صدر إبراهيم يا صدر إبراهيم في دولة نحن في دولة جيشها قوي مخبراتها مصنفة على مستوى العالم شرطتها دي احنا بنشوف حجم التضحيات والتصدي والمواجهات والكفاءة التي يتعامل مع ملاب العالم كله محتر فيه واخد بالك ده قرار الوزارة في لجنة التفتيش اللي أثبتت سلامة الموقف فضل هل دول مستنيينك إنت تقول لهم الكلمتين دول كل دول مش عارفين الأهل بيجيلوا فلوسهم منين ومش عارفين إن انت بتعمل إيه مثلا إيه الكلام ده ده استخفاف حتى أقول إيه أنت بتتجنع على كل هذه الأجهازة وبعدين أنا عايز أقول حاجة هو النادي الآلي كيف يحصل على حقه حيلاقي في موجة واحد بيتام وزا الاتهام أنا نادي الآلي عايز حق يأخي بلاغ للنائب العام بالتحقيق فيما ألصق إليه من التهام النادي الآلي عام خطير النادي بالعام يجي تعال نتخيلها النادي بالعام يكتب رفع الحصار رفع الحصار يكتشف إن الأمر لا يمكن إحنا بنطالب ممثل الشعب أن ينحاذل الشعب الأهل جزء كبير جدا من هذا الشعب ولا يمكن أن يعامل بهذا الإسلوب يعني هو بالشعب يالي كل الناس اللي بتنتخبكو سبعين في المية منهم أهلوية وحراس على قيم هذا المجتمع أنتو إحنا المرة دي اللي مديقنا هذا الكلام لأنه خطير جدا طبعا ولا يمر مدور الكرام ما ينفعش صحيح ما ينفعش طب ما تطلع أنت من عندك لاجنة يا مجلس الشعب وتحقق في هذا الأمر وإذا اكتشفت إن فيه أصل لهذه الرواية تبنى أنت تتبنى محاسبة مجلس إدارة الآج طبعا لو ما لقيتوش كده ارفع إيدك بقى عن الموضوع خلي كل واحد يختحقه لكن إحنا دي قصة ما بتخلصي وما لهاش ساق وبيوتنا وأعراضنا وأولادنا وبيتهددوا كل يوم اللي في التليفونات واللي على السوشيال ميديا واللي على هوايات مش حنسكت بعد كده مش حنسكت إذا كنتوا بترعنوا على خلقنا إحنا أخلقنا منعتنا كتير إن إحنا الرض لكن على أمل إن يكون فيه حد بيجيب الحقوق طب ما فيش حد بيجيب الحقوق نعمل إيه مش حنسكت لكن إن يتقال عن نادي الأهلي نادي الأهلي نادي سعد زغلون نادي الوطنية نادي مصطفى كامل نادي القيم والمبادئ اللي مش كتبها في كلمتين لا ده التاريخ واللي دهاله يتقال عليه طلق تمويل من قطر قطر إيه قطر إيه أنت اللي تقول لنا أنت بيجيب فلوسك منين مش حنال نقوم أعتقد الأهلي مطالب ببلاغ للنائب العام ضد مثل هذا الكلام الهراء والسيد وزير الشباب والرياضة للمرة العشرة مطالب أنه يتحرك إما ضد النادي الأهلي وإثبات تلقيم من أموال أو لأموال من دولة دعمة للإرهاب وده المصنف الرسمي لها أو محاسبة صاحب هذا الإدعاء الغريب لكن ترك الأمور لهذا الحد وبمنتهى هذه الاستكانة لا لا خالص نطلع فاصل أهلا بحضراتكو من جديد مطالبتنا باتهاز موقف عاجل وحد ده مش سياسة البرنامج لوحده حتى وإن كانت يعني أساس منهجية مالك وكتابة الدفاع عن النادي الأهلي وإن لم يكن الدفاع عن النادي الأهلي ضد مثل هذه التهمة سيئة السمعة جدا والغريبة جدا أن أنت تلصق بالنادي الأهلي اتهام تلقي أموال من دولة دعمة للإرهاب والناس تستهيم بالأمر ويعد كأنه كلام الناس بتهذر به لا ده مش ظهر إذا كان ده فعلا واحد من أهداف البرنامج وسياسه التي لن نقل جهدا في الدفاع عن النادي الأهلي وقيمه وسوابته وحقوقه وصورته وجمهوره لكن كمان ده نعكاس لموقف جد وحقيقي لمجلس إدارة النادي الأهلي وأنا بقول لكم الناس اللي فهمت ترفع النادي الأهلي زي ما قال المهندس عادلي قبل الفاصل وأخلاق النادي الأهلي والتزام النادي الأهلي وحرصه على مراعاة كل الأجواء العامة ومسؤوليته المجتمعية فهمتها غلط لا ده هي واهمة جدا لأنه ما يجب التأكيد عليه هو أنه كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة عندهم كل الحرص الشديد أنه ما فيش حاجة مسيئة تاني هتعدي أنا عندي معلومات أن فيه إجراء حيتم قوي جدا في هذا الأمر في كلام اللي تقل ده إجراء رسمي بإذن الله وده لن يكون فقط ضد رئيس نادي الزمالك وما صدر عنه لأنه في النهاية بيمثل نادي الزمالك بيمثل نادي كبير نكون له كل الاحترام والتأدير الشريك الكبير للنادي الأهلي تاريخيا لكن يصدر عن رئيسه هذا الاتهام على السادة المسؤولين إثبات ده أو عكسه والمقطع يتحاسب لابد إذا كنا جدين فعلا أننا عايزين نصور بسلوك مجتمع إذا كنا عايزين نحافظ على علاقات الشباب إذا كنا عايزين نقول دي قيمة النادي الآلي ودي قيمة نادي الزمالك ما ينفعش هذا الاتهام ويتسكت عليه زي ما ما ينفعش يا سادة يا مسؤولي قناة النيل للرياضة إن أنا مبارح أستضيف صحفي الأخ عالي السيسي فيطلع يا كل الاتهامات للنادي الآلي ويتحدث بنفس الطريقة ويوجه نفس الاتهام بشأن الأموال وطريقتها في تلفزيون الدولة في تلفزيون الدولة يوجه للنادي الآلي هذه الاتهامات دون أي سند ودون أي وثيقة ودون أي مسؤولية عبر تلفزيون الدولة معرفش هي فين حدود المسؤولية لجهاز إعلامي مسؤول أنا ما بتكلمش على قناة خاصة ولا ناس مؤجرة برنامج في قناة ولا معرفش برنامج يتعرض للإيقاف من قبل الهيئة العلية للإعلام لا بتكلم على تلفزيون الدولة وبرضو ما بتكلم على حد من الصحفيين يستهن بالأمر فيسجل فيديو وينزلوا على يوتيوب موجه الاتهام نفسه للنادي الآهلي طيب ما هتطالك المسؤولية هتطالك المسؤولية القانونية البينة على من ادعى هي كلمة كده سهلة وخلاص أصى الأهلي جات له فلوس من قطر كده لمجرد أن أنتو كنتوا فاهمين أن النادي الآهلي أنتو والي وراكو برضو فاهمين أن النادي الآهلي لما شركة تسحب رعايتها للنادي الآهلي النادي الآهلي هيفلس ولما حد يتاجه بتدعماته اللي جيها أخرى النادي الآهلي حينكسر وحيقع وحيجيلنا راكع النادي الآهلي عمره ما حيركع لأي حد النادي الآهلي بقيمه وبمورده وبسوابته وبجمهوره عزيز جدا عزيز جدا إذا كان ارتبطت علاقته بأي أطراف محبة للنادي في أي فترات رغبت في دعم النادي أهلا وسهلا بيها لكن وفقا لضوابط النادي الآهلي ولما قال الكابتن الخطيب في آخر مؤتمر صحفي موسع عقده على الملأة ما فيش حد هيخترق النادي الآهلي وما فيش حد هيفرط قراره ولا رغباته ولا توجهاته ولا تدخلاته على النادي الآهلي كان بيعي أنه فعلا قرار النادي الآهلي يملكه فقط مجلس إدارته فأنا ما جيش دلوقتي وفاجأ أنه اتهمات تطلع من قناة زي قناة النيل للرياضة لأحد الصحفيين اللي ملوش جورنان دلوقتي يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل كتيرة مش وقتها لكن بيكون بهذا الشكل والناس تسكت ألف بقى إدي فرصة لحد يرد ألف بقى المزيع يقوله فين دليلك إنما أنها تتحول إلى نافذة لرجم النادي الآهلي والضغط على جمهور النادي الآهلي والإساءة لمسؤول النادي الآهلي دون أي سند ونستهيب بالمسألة إلى درجة الاتهام بتلقي أموال من دولة رعية للإرهاب هل ممكن فعلا الحماقة تصل إلى هذا الحد زي ما المهندس عدلي قال معلوماتي ومعلوماته إنه ما فيش حاجة هتعدي وكل حاجة هتاخد اتجاهاتها القانونية أثارها هو إيه المشكلة؟ كل واحد يخليفنا ديه وأنت بتحقق يا سيدي نجاح يعني تلمع في هذا النجاح وتخليك معنا ديه وبتقدم صفقة ما تتهزش بقى لما الأهل يعمل صفقات وتبتدي تقول كلام يعني مالوش لازم هو فيه إيه